قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية إن كيم كونغ آون ظهر علناً لأول مرة منذ عشرين يوماً وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكورية الشمالية قطع شريط فتاح مصنع للأسمدة وأضافت إن الناس في المصنع انفجروا بهتافات من الساعدة عندما ظهر ويأتي ظهوره وهو أول ظهور له منذ مشاركته بحدث إعلامي حكومي في الثاني عشر من إبريل وسطة كهنات عالمية حول صحته وأضافت الوكالة إنه كان برفقة كيم عدداً أو عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بما في ذلك شقيقته كيم يو جونغو